بنصبح على حداتكم مرة تانية وجهي دلوقتي معنا مع أخبار التقص بالتفصيل هاية الأرصاد بتتوقع أن النهاردة التقص هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مقل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيه كمان ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا فيه كمان فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء للتفاصيل أكتر عن حالة التقص معنا على تليفون دكتورة منار غانم وعضون مركز الأعلى باية الأرصاد الجوية صباح خير يا دكتور صباح الخير على خضرتك أستاذ لينا وصباح الخير على كل أستاذ المشاهدين أهلا بالتفاق فيه سعادة طبعا من كل المصريين لأن احنا بقالنا كذا يوم فعلا الجو حتى لو كان حر صبح بنحس بالليل كده بنسمة هوا بتكون لطيفة جدا علينا هل مستمرين في تحصن أحوال الجوية على مدار الأسبوع؟ بالفعل يمكن احنا بدأنا تحصن نسبة الأحوال الجوية في كافة محافظات جمهورية من نهاية الأسبوع الماضية بدأت درجات الحرارة تنخفض وتكون أقل من المعدلات الطبيعية لها مثل هذا الوقت من العام وده بفعل أن احنا بنتأثر في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا المنخفض الجو ده بيوزع رتوبة في عمود الهواء فببخلنيش أحس بنسبة الرتوبة الموجودة في الكو بالإضافة كمان بيساعد على انخفاض ضربات الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة فترات الصباح اللي بتحلق بجزء من أشعة الشمس وتساعد على انخفاض ضربات الحرارة كمان مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع امتداد مرتفع لأروض الروسطة فبالتالي الكتل دي منخفضة بدرجات حرارتها وده بيخلا نحس بنزيد من التحسن في الأحوال الجوية يمكن احنا بنسجل درجات حرارة عوضنا على القاهرة الكبرى تلاتة وثلاثين درجة مقوية ده طبعا في الظل محسوسة ممكن تكون ثمثة وثلاثين درجة مقوية فتحسن كبير في الأحوال الجوية فترة النهار وتحسن فترة الزهيرة بنحس بيه الأجواء الحرارة الراتبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الواتح البحري والسواحل الشمالية للبلاد أجواء شديدة تحرر على المناطق الجنوبية شمال وجنوب إسرائيز وجنوب سينا ده طبعا خلال فترات النهار خلال فترات الليل مع غياب أشاعة الشمس بيحصل انخفاض في ضربات الحرار طبعا بيكون ملتوز أكثر في ساعات الليل المتأخر في الصباح الباكر خاصة مع وجود نشاط نسب الرياح وجود نشاط رياح فترات المساء ساعات الليل بيقدي دي ان احنا ما نحسش بنسب رتوبة الموجودة في الجو بيلطف الأجواء بشكل كبير وده اللي بيخلنا نحس بنسبات الهواء اللطيفة وطرات الليل وساعات المساء متوقع الأجواء دي ان شاء الله تستمر معنا حتى نهاية هذا الإسبوع على الأقل يعني احنا مستمرين على مدار هذا الإسبوع كله متوسط درجات الحرارة العظم على القاهرة الكبرى في الزل ما بين 33-34 درجة مقوية تحلو دي اتمرار وجود نشاط لرياح اللي هيساعد بشكل كبير على عدم احسسنا بنسب رتوبة ويلطف الأجواء بشكل كبير ممكن كمان اليوم متوقعين ان يكون فيه فرص ضعيفة لتخط أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب سينة لكن شاء الله مش هتأثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية حتى كمان الملاحة البحرية على البحرين لسه كنت أسأل حداك لان كنت حداك بتحذري الأسبوع اللي فات في الويك اند ان احنا ما ننزلش البحر المتوسط لان فيه ارتفاع شديد في الأمواك بالفعل كان الأيام الماضية كان فيه ملاحة بحرية على خليج السويس وكمان كان على البحر المتوسط ارتفاع أمواك لكن الحمد لله من اليوم وعلى المدار ان شاء الله لأيام المقبلة هيكون فيه اعتدال في سرعات رياح والأمواك هتنخفض ونقدر نستمتع بالأجواء على شواطئ البحر الأحمر وشواطئ البحر المتوسط خاصة كمان نستحصن في درجات حرارة بيشمل كافة المحافظات يعني المناطق السحلية متوسط درجات حرارة 30-31 درجة مقوية كمان مش هنحس بنسب رتوبة العالية في الجو سنقدر الحمد لله نستمتع بالأجواء على شواطئ البحر المتوسط يعني هنستمتع بأجواء صيفية معتدة للفترة اللي جاية أنا بشكر حديك شكرا لنجازين عن دكتورة منار غاني ووضع مركز الإعلام باية الأرصد الجوية شكرا لنجازين لك على المتابعة اليومية معنا خلونا بقى نتابع دلوقتي درجات الحرارة ومتوقع النهاردة هنبدأ من القاهرة العظمى 34 الصغر 25 العاصمة الإدارية 34-25 اسكندرية 30-24 العالمين الجديدة 31-24 مطروح 30-24 دمياط 32-24 فورسعيد 32-25 اسماعيلية 35-23 السويس 35-24 العريش 32-24 كاترين 34-17 شرطابة 37-25 حلايب 35-29 شرطين 38-29 شرم الشيخ 40-30 الغردقة 39-28 الفيوم 35-24 بينيسويف 35-23 الودي الجديد 40-27 اسيود 36-23 سوهج 38-25 قناء 42-26 الأقصر 42-27 وأخيرا الأسوان 43-29 زي ما قلنا النهاردة الأجواء الصيفية المعتدلة هتستمر معنا على مدار كده يوم كمان إن احنا يعني بنقولك وكده ممكن تستمتعوا كمان بالبحر في خلال الأيام اللي جاية خيروان دلوقتي نرجع مرة تانية ليه مننا ومصطفى عشان نكمل معكم بقرات 7 أخي شكرا لك أشكرا لك أشكرا لك شكرا لك ترجمة نانسي قنقر